نحن الآن مام خزان البازليك أو ما يعرف بالقصر المغمور جوهرة معمارية يزورها يومياً نحو ثمانية آلاف زائر من شتى أنحاء العالم بعد طول انتظار في طوابير طويلة ودفع رسوم الدخول يتمكن الزائر من زيارة خزان البازليك الذي يمثل واحداً من أشهر معالم مدينة إسطنبول وقد بني قبل نحو ألف وخمسمائة عام بعد سنوات من العمل الدؤوب لبلدية إسطنبول أعيد تصميم خزان المياه وترميمه ليتحول إلى متحف الهدف من إنشاء هذا الخزان وبهذا الحجم توزيع المياه على المناطق السياحية القريبة من هذا المكان 336 عموداً تزين وسط خزان البازليك وترسم لوحة فنية هي غاية في الروعة والجمال وعلى مساحة عشرة آلاف متر مربع قديماً استخدم المكان لتخزين المياه ثم توزيعها على مبنى آيا صوفيا والمناطق المحيطة به وما يلفط النظر عملات نقدية معدنية ملقاة في أرضية الخزان المغمور بالمياه حيث تقول الأساطير إنها تجلب الحظة والسعادة لمن يرميها هنا هناك أشياء تأخذك إلى قديم الأيام مثل رؤوس موداسا المقلوبة التي يقال في المعتقد البيزنطي إن ناظر إلى أعينها مباشرة يتحول إلى حجر ولذلك وضعت مقلوبة إنه مكان جميل ورائع لقد بهرني ما شاهدته هنا وكان خزان البازليك مسرحا للعديد من الأفلام والمسلسلات العالمية والتركية ما جعل من المكان نقطة جذب فني وسياحي من مستودع عادي للمياه إلى مضحف عالمي تحول خزان البازليك وإلى أحد أهم معالم إسطنبول ليجذب السياح بسبب هندسته البيزنطية التي منحته جمالا يبهر الزائر محمود واسق إسطنبول الميادين